السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مريض وأن يرحم موتانا وموت المسلمين أجمعين وأن يرفع عنا الوباء وأن يوفقنا لما يحب ويرضى آمين يا رب العالمين كيفما كتشوفوا أحبابي في الله اليوم إن شاء الله سنجد واحدة شيء واخفة ضريفة أهم من هذا شيء أنها صحية إذن ندوزو نكتشفو الطريقة والمقادير هنا كما كتشوفو عندنا واحد الإناء كنديرو فيه تقريبا لتر ونصف من الماء وكنديرو جوج معالق كبيرة من الملح إذن هنا كنأخذو جوج حبث من البدنجان أو الدنجال كنقطع لها رؤوس ديالها ثم نحاول أن نقطعها على شكل ضوائر قدر الإمكان نحاول أن تكون متساوية كما كتشوفو إذن فالطريقة سهلة جدا لا يحتاج من النزع لا يحتاج من النزع لا يحتاج مجهود ولا شيء صفي نضيفها في الماء نضيفها الحبث ثانية بطبيعة الحال والمهم نضيفها في الماء ونجعلها على ما نجده العناصر الأخرى بهذه الطريقة البديجان يبقى أبيض إذن هنا كنأخذو جوج دروس ديال التوم كنحكوها كنضيف ملعقة من البابريكا ثم ملعقة من الإبذار ثم ملعقة من الملح أو ملح حسب الضوغ ثم نضيف تقريبا خمسة ملاعق من زيت الزيتون وكنخلطوها للعناصر كاملة كنخلطوها مزيان باش تنسى جملينا في مبيناتهم كيف ما كتشوفو إذن كما كتشوفو أحبابي في الله فهذه كلها عناصر صحية ومفيدة خصوصا هاد المرحلة اللي فيها إحنا فخاصنا صراحة نردو بالنا للتغذية ديالنا لأنها هي اللي كتساعدنا باش تكون عندنا منعاء قوية وبالتالي صحة جيدة إذن هنا البديجان ديالي صفيرة هوجد يعني يتلق الماء ذاك المادة الدكنة كلها تلقها إذن كما كتشوفو راهو بيض إذن غادي نحاول نشفو غادي نديرو فوق ورق النشف ثم نزيد نشفو مزيان كما كتشوفو صافي من بعد غادي نحاول ندير أشريطة ثم أعاكسوها باش تتعطني بحشكل ديال مربعة غير لليشي غير باش تدخل لها ديك الاعترية الليدرز أو الشرمولة الليدرز إذن هنا فيمكن لكم تزيدو تديرو العترية اللي كترقكم المهم هاديرها هكا تجي رائعة كما يمكن لكم تبدلو الإبزار بزعتر تحتوى كي يجيزوين مهم كل واحد واللي بغا هنا من جوج الجوانب كان في الحامل جوج الجوانب كندير أشريطة وتنعكسها باش تعتني بحال شكل دمور مربعات وكذلك ستعطني شكل جميل سوف نأخذ الفرشاة ديالي وكان بدأ ندهن لها الوجه ديالها بطبيعة الحال سنتهنها من الجوانب بجوج كما كتشوفو بهذه الطريقة هذي حتى نكمل جميع القطاع اللي عندي إذن كما قتلكم أحبابي في الله فمهم جدا أننا نكون متازنين نحاول نكون متازنين ونحاول نكون مرزنين وانتقوا بالله سبحانه وتعالى ثم في أنفسنا بالطبيعة الحال باش ماشي أي حجاجات تأطر علينا أو أي مراجة أو أي فيروس جاي تأطر علينا فضروري النفسية تتلعب دور مهم جدا إذن هنا كيفما كتشوفو سوف ندهن لها الوجه الآخر بعدما قدرتها في فوحة صينية اللي سوف ندخلها الفل وبطبيعة الحال هنا يرى درت الورق ورق الزبدة يمكن لكم تدهنوا فقط طواد ديلكم أو صينية ديلكم بالزيت أو تستعملوا ورق الزبدة كذلك هنا أخذت كذلك جوج ديال حبات طماطم نحاول كذلك نقطعهم إلى دوائر متساوية كنحطهم فوق البادنجان ديالية بهذا الشكل هذا بدون إضافات فقط عادي ثم من بعد كندير النوع اللي عندي ديال ديال الجبن أو الفرومج سواء موزاريلا أو أي نوع من الفرمج اللي متوفر عندي سوف ندخلها الفران لمدة 30 دقيقة النار من فوق ومن تحت و180 درجة وهذه هي هذه هي النتيجة كيف ما كتشوفوك صحية يمكن لكم ترافقوها مع الطبق الرئيسي يمكن لكم تكون عبارة عن غداء مثلا عفوا عن عشاء خفيف يعني كتجي رائعة كما يمكن لكم تزيدوا معها لا بغيتوا اللحم كالكفتاء أو الطون ولكن هكا أنا بعدها شخصيا هكا تتعجبني لأنها كتجي ضغيم وكتجي رائعة نتمنى أنكم تجربوها فيتزا البدنزان نتمنى أنكم تجربوها وأكيد أكيد أنكم غتحمقوا عليها وغادي تعجبكم هنا يوصلنا لنهاية الفيديو كنشكركم بزاف على الوفاء ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ترجمة نانسي قنقر